حلة جديدة سرع عليها مركز التربصات والاستياف والتخيم شال بمنطقة شنين بولاية جابسة بتجديد كلي لمختلف مكوناته من غرف إقامات ومطاعم وقعات وفضاءات أنشطة متعددة إلى جانب العمل على إعادة صيانة مسبح المخيمة وتخصيص فضاء دائم للحرفيين والحرفيات بحسب ما أعلنه وزير الشباب والرياضة لدى إشرافه على افتتاح هذا المخيمة هذه كمركب بش يكون فرصة لشبابنا وشباتنا بش يجيوا أولاً لهنا يتفرهدوا وينجموا يمارسوا نشاطة تحهم الشبابية وكذلك الرياضية وكما قلنا راهوا كيف كيف نحكيه على الشباب وعلى الرياضة نحكيه زيادة على السياحة وكافة المكونات هذه لازمة تحط اليد في اليد بش المنطقة هذية تكون منطقة رائدة يظهر للمنطقة هذية حاشتها بمسبح مش فقط لترفيه كذلك كمسبح رياضي مراكبة تعشيلة من أحسن المراكبة الشبابية اللي زرته لأنه عنده طابع خاص طابع يعني شبابي وسياحي لازمنا نستخدم المسألة هذية بش نوليه أول حاجة يمكن بالنسبة للوزارة الشباب والرياضة ونفكروا فيها هي مسألة الانتداب الموارد البشري ما تم إنجازه من تدخلات بهذا المخيم تفاعل معه عدد من نشطاء المجتمع المدني والحرفيين بالمنطقة لما ستمثلهم من إضافة نوعية لنشاطهم في هذا الفضاء الجمعيات اللي نجم تخدم في الفضاء هذية حتى بإمكانياتهم البسيطة نجم يقوموا بدورات في الأماكن هذية في المكان الباهي هذية إضافة أنه ينجم حتى يكون الإقامة يعني حتى الظروف إقامة اللي هنا موجودة في إطار مكاني معناها ممتاز جدنا في وسط الواحة يعني ينجم يكون يعطي إضافة كبيرة يا سل الجمعيات إن شاء الله يكون فضاء للترويج إن شاء الله نحاول نخصص مكان صغير نعرضه فيه الصناعة التقليدية للنساء واحد شنين إن شاء الله نحن فرحانين به برشة على خاطر نحن في نتاق محدود نروجه في سلعتنا وماذا بينا نعمل بليسة هنا نحطه منتوجنا ونعمل وراشات ونساعده برشة عبادزة يدخل معنا مركز التربوسات والاصطياف والتخييم شالة بشنينية إضافة أيضا نوعية للمشهد الشبابي والرياضي والسياحي بولاية قابس إلى جانب مركز التربوسات الثانية الباية بقابس الغربية في انتظار إنجاز مشروع مركز التربوسات والتخييم بمنطقة الزارات بمعتمدية مارثة